أنا أشفق على القاضي بيطار مما وضع نفسه به كل الاحتمالات مفتوحة صراحة كل الاحتمالات مفتوحة خطوة أساسية نعم بما فيها الشارع بعد التجربة مع هذا القاضي أن يتم بطريقة أو بأخرى استبداله أو الهدف الأكبر مشروع المقاومة في المنطقة؟ لا تنفصل الأمور عن بعضها البعض نعم هناك مشروع فتنة كبير يمثله إداء هذا القاضي للأسف إداء بعض القضاءات ومنهم المحقق العدلي وهنا وضعف كثيراً استقلالية هذه المؤسسة القضائية أنه مستمر في إصابة الرؤوس الكبيرة كما يسمي بعد صدور القرار بدقائق من التقى المحقق العدلي؟ اغتقى وفد أجنبي يقولي خرابي خطي يا خرابي خطي يا خرابي خطي 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 اشتركوا في القناة